مع استمرار الاشتباكات في السودان وتفاقم نقص الغذاء تزداد المخاوف من حدوث أزمة إنسانية حيث يخشى المواطنون في العاصمة السودانية أن يؤدي تناقص الإمدادات الغذائية إلى مجاعة الاشتباكات الجارية بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع ألقت بظلال كارسية على المواطنين في الخرطوم فبعد أن تضررت أعداد كبيرة من محطات المياه بسبب القصف فضلاً عن الانقطاع المستمر ولساعات طويلة للتيار الكهربائي تفقمت الأزمات لتطول المواد الغذائية كل مطحن الغذائية الغذائية مكفورة وبالتالي ما في مداد المخابز بالدقيقة قدر الدقيقة الموجودة سيكمل إثنين في مخازي المخابز الثاني البلدية واضح أنه حتى العجانين بيقوا ما موجودين فبرضو دي من الأسباب يعني حتى المخابز العملة اللي ما شايفين هنا بسيطة جداً فالناس سمعتمدين على أنه يعملوا حاجات في البيزة القراسة زلابية نواشف عدس مكروناتو حاجات زيدي حتى دي بعد شوية لادو أننا ما هنالقوي فالمصيب هنالقوي في حاجة أسوأ الاشتباكات المحتدمة أثرت بشكل سلبي على عمليات توزيع الغذاء في الدولة الشاسعة التي كان يعتمد ثلث سكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة بالفعل على المساعدات الإنسانية قبل تفجر الأوضاع نحن يعني شايفين أنه الوضع هذا الآن يعني المواد الغذائية ماشا في انحسار والمواطن حيتعرض لو ما لدي مجاعة لأزمة غذائية طاحنة ومع تصعود الاشتباكات في السودان علق برنامج الغذاء العالمي عملياته بسبب مقتل سلاسة من موظفيه وإصابة اثنين بإصابات بالغة فضلا عن عمليات النهب والسلب الواسعة التي طالت مستودعات البرنامج في كثير من المناطق وسرقة سيارات البرنامج وشحنات تحمل المواد الغذائية البرنامج وضع مجموعة من الشروط من أجل العودة للعمل مرة أخرى في السودان أبسطها الاتفاق على وقف إطلاق النار واحترام المبادئ الإنسانية ووجود نوع من الضمانات للحفاظ على حياة موظفيها إضافة إلى الحفاظ على حياة المدنيين والأشخاص المستفيدين من المساعدات وتنظيم عملية توزيع المواد بصورة آمنة